السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أعزائي أتمنىكم تكونوا كامنين بإخير وإخير وإن شاء الله كيف تشوفوا معي سوف نجد معكم الكيك بمناسبة عيد من الدير والدي سوف نقوم بمفاجئة أو سوف نصابه الكيك الراسي في المنزل مكونة تبسيطة و سوف يكون المطفر على المنزل و يأتي الديد كيف تشوفوا معي دائرة قبيصة ملحة و سوف نقوم بمكونات سوف نبدأ كيف تشوفوا معي المقادر الجنواز سوف يكون فيها ثلاثة ديال البيضات و كاس مع مرش سكر خاشن سكر ثاني و كاس مع مرش ديال الدقيق وهنا ثلاثة معلقة حتى الربعة ديال كاكاومور سوف نقصها من دقيق كيف تشوفوا معي سوف نبدأ نضع البيض نكون سبق لي خرجته من تلاجة يعني كان محتوط غير فوق تغويلة العمل سوف نضع ثلاثة البيضات كاملين و سوف نضيف عليهم السكر الخاشين و سوف نضع و سوف نضع و سوف نضع ديالو حتى غادي بدا تتغيرو اللون ديالو وتتضاعف اللون ديالو هنا يا اول مرة بتنقول لكم باللايك عندي عيد ميلاد يعني ديرها لي مفاجأة ما قيلاش لي مالعين حتى يعني وكيعوني ولكن كان قوله بننديرها الخالك يعني ديرها لي مفاجأة يومي ان شاء الله غادي نجدها له ونتمنى تبع الفيديو حتى في الاخير وتشجعوني دائما بلي لايك وتفعلوا الجرس بشوصلكم دائما الجديد وشكرا لكم على المتابعة ولا تعليقاتكم زوين هنا كيف كتشوفوا معايا كنطرب كنحصل على اللون اللي هو فاتح كيف كتشوفوا معايا بدا كيتضاعف الحجم ديالو هنا غادي نضيف منسيمات كيبقوا اختيارين هنا غادي نستعمل سكر فانيلا ممكن استعملوا بشر ديال الليمون ولا ديال البرتقال ولا اللي حبت خاطركم احنا يستعملت هنا كمونسيم سكر فانيلا غادي نبقى كنطرب وهنا غادي نضيف الكيمية اللي عندي ديال الدقيق لسقية ذكرت ما غاديش نضيفها كلها غادي نخلي فيها واحد الكيمية اللي غادي نعوضها من بعد بالكاكاو مور كيف كتشوفوا معايا هنا هادي كاكاو ضروري يخصنا نغرب له باش ميبقى ش عندنا دوكو الحبيبات و لا دوكتك التولات كيف كتشوفوا معايا هنا غادي نمزج قبل ما نخلب نطرب نطرب الخاليط مزيان تاكي يتخلط ليه مزيان الخاليط وكيتجانس وما كيبقاوش عدو كل الكوريات وللحبيبات ديال الدقيق ولا ديال الكاكاو كيف سبقى ليه اذكرت يعني نكونو ناخلينه باش ميبقاوش هنا كنطرب مزيان تيتخلط ليه المكونات وغادي نوريكم من بعد القاوام ديال الكيك اللي خصنا نحصله عليه ولا ديال الجنواس هنا كيف كتشوفوا معايا كنستمر في الخفق هنا اللون كي جيني مغامقش بزاف غادي نضيف باقي الكاكاو اللي عندي هالكاكاو مر غا نضيفه غا نبقا نخلط حتى نحصل على هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما تخلط الخالط غادي نوريكم القاوام دياله كيف كي يجي هذا هو القاوام كيف كي يجي البنات يعني ما تقيلة ما خفيفة يعني هذا هو القاوام ديال هالكا جنواس هنا كيف كتشوف في هذا الأثناء غادي نوجد سنية ولا تفش غادي ندخلات جنواس في الفرن غادي نلبس لها كيف كتشوفوا معايا هنايا غادي نلبس لها يعني غرق زبدة اللي سبقلية دهنته بالزبدة ورشت عليه شوية ديال الدقيق وغادي نوضع الكيمية اللي عندي كاملها هنا كيف ستلاحظوا ما ضفتش الخميرة الكيميائية إلا بغيتوا تضيفو شي نصص الشية ممكن تضيفوها إلا بغيتها تكون شوية يعني مرتفع يعني تكون شوية عالية هنا بغيتها هاد الجنواس تكون حادراح انت بغيت ندير جوج ديال الطبقات من هاد الجنواس هنا كنصرح هذك الكيميائي اللي عندي كلها ديال الكاك كيف كتشوفوا معايا آدي ندخلها الفرن اللي سبقلية شعلت وسخن هنطلع على الفوق تطيب من لتحت مزيان فقط ما كان حتش أنا ننزلوها لتحت هنا دي نتيجة ديالة جين وازن بعد ما خرجت من الفرن كتجي بعد الحجم يعني ما غليضاش يعني رقيقة ورطبا وهشة كيف كتشوفوا معايا غادي نسقيها بقوا معايا باش تشوفوا باش غادي نسقيها من البيت هنا غادي ندوزوا باش نصوبوا لاموس اللي غادي نستعمل فيها دائما تكون برنقية نستعمل فيها كاس كبير ديالة اللي بلي سبقلية درتوه في تلاجة يعني في قاطع ديالتلج وغادي نستعمل ساشية ديال شونتي يعني نطربوها حتى تطلع مزيان من بعد مني غادي اطلع لنا هاد الكريم شونتي يعني هاد لاموس غادي نضيف لها هادو دانون ممكن تعودوها بزاف ديال ممكن تعودوها بزاف ديال ممتنون كيف درت اعنا ببنك هاد الكريم ممكن تصدقوني راكي عدس واحد لما دقراء ايه بعد ننك هاد ديال هاد دانون ديال اه كرامل كيف كتشوفوا معايا غادي نبقاك نطرب ما كياخدش ليه وقت ضغياء كيبدا كييعقاد ليه هاد لاموس ممكن تعودوها بزاف ديال لاموس ممكن استعملو كريم شونتي ونطلعوها ممكن استعملو الكريمة ديال الزبدة تكون الزبدة والسكر غلاسي يكن طلعوه مبلبطور حتا كيوليو موس رائع نحشيو بيه الكيك ممكن استعملو بيض البيض ونسمو بالنفانين له ويكون كحشوة كيبقا لكم الاختيار انا كنستعمل دائما المكونات البسيطة ممكن انتم اتعودوها باي حاجة حبيته انا كيف كتشوفو معي بده الخليط كيعقد كنستمرو في الخفق عندما بده كيعقد كيف كتشوفو معي في هاد الأثناء غاد نضيف هاد انا كيف كتشوفو معي بده كيوقف لي الخليط بعد ما ضفط له هاد المكوين اللي كتشوفو معي هاد المكوين كيغير له حتى اللون دياله يعني كعطى واحد اللون زوين والماداق ما نقول لكمش صدقوني اللي اجربته وغادي تبهرو باديك الماداق اللي اعطانه فسط هاد شونتية اللي طلعنا هاد البودرة كتكون بنينة ولديدة واز نضفنا لها هاد هاد الدانون لزاد هاد هاد الطبقة اللي غنجد غتكون كتبقة اولى وكنجد وحد اخرى كتكون طبقة ثانية حانت كان ندير جوج طبقات ديال الجينواز وجوج طبقات ديال الحشوة هنا كيف كتشوفو معي كنبقى كنطرب حتى كنحصل على كيف كتشوفو معي كيف كتشوفو معي يعني بدتها في عقاد غادي نزيد نطرب حتى كنحصل على الكريم اللي كان هز الفوي وكتكون هكذا ديرا قميقي وممكن انميله من بعد البول وما كتحش ان هاد الكريم اللي طلعنا يعني هاد الموس كتكون عاقدة شوية هاد الموس كتشوفو معي يعني قميقى بجند وكتبقى مكتطحش من البول فاللآته نضعف تلاجه نحطى بياء فيها حتى نحتاجها ان شاء الله باش نخدمها معكم وتشوفو باقي الوصفة سوف نستخدم طبقة المقرمشة سوف نستخدم طبقة مقادرة بسيطة سكر ساندة وكوكاو وقود لنستخدم كوكاو سوف نستخدم كوكاو مقشر حمار موالو نضع مقلع و نضع سكر الخاشين و نضع مباشرة و نضع مباشرة و نحرك مباشرة و يتضغية السكر يجب ان اضغيه تكرمه يحتاج انني يجب ان اضغيه يجب ان اضغيه يجب ان تغييره ثم نحيده من فوق البطار ونضيفه الى الكمفليكس نجب ان اضغيه حيث يجب ان اضغيه هذا هو المكون اضغيه يجب أن اضغيه يمكن ان اضغيه نستعمل لكم أبسط المكونات نتيجة رائعة نستمر في التحريك نضيف النار نضيف نضيف كومفليكس نضيف جنواز نضيف حليب دافي مع ثلاثة معاق كبار ديال الكاكا والحلوب اللي غادي نشربها بهم زيان هنه هاد جين وزاجة ترتبها محتاج انا نشربها غير حنت من بعد غادي نديرها هاد الكاك يعني يجمد تكشي علاش بغيتها تكون نرتبها هنه غادي نستعمل هدك نسف كس كل هو ديال حالي بالتافي اللي فيه كاكا وحلوب وغادي نشرب البلايس كامين ديالات جين واز منين كتشرب كنعود نزيل البلاسة اللي شربت لي هاد الحليب اللي فيه الكاكا وغادي نضيف لها حتى كنكمل هادك الكيميا اللي عندي وانا كنوزع بها الطريق من بعد غادي نحطها فتباع فتلاجة واحد نص ساعة عاد نخرجها ونمنطي الكيك كامل هنه كيف كتشوفوا معايا كنوريكم كوكا اللي يعني تكرمل غادي نضيف لها هما قطع ديال كونفلكس غادي نقطعهم هي غادي بدي يعني نفتتهم فسط هاد المكونات وغادي نضيف عليهم هنه واحد الكيميا ديال الاربعة حتى الخمسات المعادة الكبار ديالشكولات من النوعه جيد هنه باش نخلط هاد الخالط باش مني نصرحو فوق الجنواز غادي نصرحو ونورق عليه بالملعقة واللاب سباتيولا بلي مطفور عندي وندخلو التلاجة باش يتمسك حنت انفوها دي بردلي ادك شكلات غادي تولي ديك طبقة اللي مقرمشة كلها متمسكة غادي تعطيني واحد لما داق رائع صدقوني مني كتعبدو الكيك كتحسوه بطبقة مقرمشة في الداخل غزالة ولبنة ديالة رائعة ومكونات بسيطة هنه كيف كتشوفوا معي تشوفوا معي عفون كان دمج هاد المكونات كامل ها وغادي نبدأ دابا كنجد المونتج ديال الكيك ديالي ها الخالط كيف حسنا هنا وزعت هاداك الخالط من بعد ما الكيك يعني يقلس لي واحد شوير تحت التلاجة خرجته ووزعت هاداك الخالط اللي سبق لي اذكرت ولي وجدنا مع بعضنا هنه كيف كتشوفوا معي كان نضغط عليه بالملعقة احنا باش يتبتم زيان على الجينواز غادي ندخلوا التلاجة حتي تتماسك ومن بعد غادي نكمل المونتج ديال الكيك ديالي احنا غادي نبدأ كنوزع هاديك العموس اللي وجد كيف كتشوفوا معايا بها الطريقة كنوزع الكيمياء اللي بغيت فوق من هاديك طبقة المقرمشة عاد غادي نبدأ كنوزعها بشكل متساوي باللي متوفر عمنا يعني اللي كان متوفر عمنا باش نسرحوا هادا العموس احنا كيف كتشوفوا كانوزع الكيمياء اللي غادي نحتاج وغادي نسرحها كامل ها كيف غادي تشوفوا معايا من بعد بهات الطريقة وكنبدا كنبسطها بشكل متساوي وانا الى محتاج الكيمياء نزيد نضيف هادي طبقة اللولة كحشوة هادي نستمر بات الطريقة حتى نسرحها كامل ها ونغطي هاديك الطبقة المقرمشة اللي وضعنا فوق من جينواز وغادي نرجع معاكم باش نكملو باقي المونتاج هادي نبعد المسر الحناء الكريمة كيف كتشوفوا معايا باللي كان مسباتي ولا ملاقة ولا سيكي اللي كان متوفر هادي ندخلو لتلاجح تتعقد شوية توقف ونخرجوها ثاني باش نكملو باقي المكونات هنا جبنا جينواز الثانية اللي سبق لي اذكرت نفس المكونات اللي استعملت في الجينواز اللولا نفس المكونات اللي استعملت في الجينواز الثانية غادي نسقيها بنفس المكونات أيضا يعني نسكس ديال الحليب التافئ مع ثلاثة المعات الكبار ديال الكاكاو حلو هنا كنشربها مزيان كيف كتشوفوا معايا حتى كتشرب لي الخالط مزيان في هاد الأثناء كان نهز هاد الجينواز اللي كاتشرب لي ايا وكان وضعها فوق هادي كلاموس اللي سبق لي ايا وضعت من قبل باش نكمل المونتاج ديال هاد الحلوة اللي صدقوني اللي جربتوها بعد مكونات اللبسات تجي رائعة والنتيجة يعني ما توقعوهاش كيف كتكون المدق دياله غزالة وبنينة 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 هانا كيف كتشوفوا معايا غدي نستمر وبناصلة اللي شربت ليا غدي انضيف نسقيها كيف كتشوفوا معايا تتشرب كاملة وهنا كيف كتشوفوا معايا غدي نمر نجي الطبقة الأخيرة اللي هي القاناش اللي غدي نستعمل فيها علبة كبيرة ديال القشدة الطرية مع جوج ورقة ديال جيلاتين وكمية ديال 400 قرام حتى 500 قرام ديال الشوكولات اللي يكون نوع ممتاز هنا غدي نوضع الكيمية ديال اللاموس بطريقة فوق طبقة ديال الثانية هنا جنواز الثانية هذي اللي وضعتها فوق الحشوة اللي سبق ليها وضعت هنا يا بنفس الطريقة كنوضع الكيمية اللي عندي ديال الحشوة كنوضع ديال اللاموس الداخل كسبق لي أخطر قلت لكم وذكرت را ممكن هذي الحشوة ديال اللاموس تديروا أي نوع كيف سبق لي أذكرت معاكم يعني النوع اللي كترتاحوا لي ولي كتبغيه ممكن كيف درتنا هذي صاشية البودر اللي سهلين ممكن تطلعوا يعني كيف سبق لي أذكرت هذوك الأنواع هنا كيجي هذ الخالط رائع بعد ذاك المكويل اللي يضفنا عليه وبساطة كنستعمل معي لك وكنسرح هذ الخالط ببعض طريقة وهنا مبعد ما نسرحهم مزيان غدي ندخلوا تلاجاتة إعقاد لي يوقف وش درسهم مزيان في تلاجات عد من بعد هذي نخرجوا باش نضيف عليه القاناش اللي يسبق لي وجد معاكم وهنا كيف كتشوفوا معايا مبعد ما خرجت الكيكا ديالي من المجميت المجميت كيف كتشوفوا معايا هنا شدة ترسها وغادي ناخد هذي كلاموس اللي سبق لي أذكرت لي مكونات ديالها بساطة لثات المكونات استعملنا فعلا كريم فريش وجوش الوراقة ديالها الجيلاتين وشوكولات وهنا كيف كتشوفوا معايا القاناش اللي قلت لمقادر دياله اللبسات اللي هما علبة كبيرة ديال قجدة الطريقة اللي كان حطوها فوق النار كتسخن وكونا نضع فيها 400 قرم حتى ال 500 قرم ديال الشكلات اللي يكون نوع ممتاز وغادي نضيفوا من بعد الماء يغلووا لي ويدوبوا نحي دون فوق النار ونعصر مزيان هذي كجور قد ديال الجيلاتين وكننضيفهم لادمو كوين دا كل الجيلاتين واللي يخلي هذي الشكلات كيعقد وكيعني كيلسق فوق من الكيك ديال احنا كيف كتشوفوا غادي نخوي هذي الكيميا بطريقة باش ينزليها الجوانب وكلها هي الكيك تلبس لي بعض الشكلات وبهذا الجانش هذي الجانش هكي يجي لام وكي يجي رائع كيف كتشوفوا معي في الاخير ممكن تزينوا الكيك ديالكم يعني انت انا خديت الشكلات الابيض وقدرت به شكلات عاديين اللي دخلتهم تلاجح حتى جمدلية عاديين تبيهم وكتبت السنة اللي عند ولدي اللي هي السابعة ان شاء الله وزينت بطريقة بسيطة قادرت اللوز إيفيليكها تشوفوا معي في الجوانب ممكن نحيدوا هذي الجوانب ديالكيك ممكن نحتفظوا بيهم إلا بغيتوا تكون الحافة ديالهم محددهم سيان هنا كيف كتشوفوا معي كانت استامر حتى نغطي الكيك وعافون كله كان دخلوا للتلاجة باش يجمد لي ويوقف وكان زينوا من بعد وكان قدموا لكم في الطبق النهائي ان شاء الله غادي تشوفوا معيك كانت مننا تجربوا هذي كيك وانا الاعجاب ديالكم وتخليوا ليه في المونتر ديالكم تعليقاتكم زوانة كيف ديما كيف جاكم الكيك بها المكونة البسيطة ستقون راكيجة رائع ممكن في الاخير ديال هذي الجانش تدعو تتخويوا الجانش ويبقى لكم واحد شوي جوج طريفات ديال شكلة الابيض ديدوها كخطوط في الفوق كي بقى لكم الاختيارة دا كتزين انا اعطيتكم الاصفاء الرئيسي وانتوما كي بقى لكم تزين الاختيارة غادي نوريكم الشكل النهائي ديال كيك ديالي وهذه النتيجة النهائية كيف كتشوفوا معيك الكيك ديال والدي جا رائع ورفقتو بمكوينة خرين اللي لا بغيتو المقادر ديالها خليوا ليه في الكمونتر وغادي نعطيكم المقادر ديالها ولا غادي نجدها معكم من بعد في فيديوهات خرين كيف كتشوفوا معيك جا كيك رائع بمكوينة بسيطة كي بقى تزين لكم اختياري كنتمنى له سنة سعيدة وشكرا لكم على متابعة ومشاهدة الفيديو وبستحور راح شكرا لكم شكرا لكم